بإذن من جلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى لسلطة القضائية يترأس الرئيس الأول لمحكمة النقد الجلسة الرسمية لافتتاح سنة القضائية الجديدة 2024 يوم الاثنين المقبل بمقر المجلس بالرباط وذكر بلاغ للمجلس الأعلى لسلطة القضائية أن افتتاح هذه السنة يأتي تنفيذاً للمادة الثامنة من قانون تنظيم القضائي للمملكة ونجاسة رسمية لافتتاح سنة القضائية تعتبر تقليداً قضائياً راسخاً يتولى من خلاله الرئيس الأول لمحكمة النقد والوكيل العام لديها تقديم حصيلة سنة القضائية المنصرمة وإبراز الجهود المذولة من طرف قضاة المملكة